احنا بنعمل كل شيء لأهلينا يعني دفعين يعني في الخضاء على عشوائيات 40 مليار جنيه قضينا على قد إيه لحد دلوقتي احنا حاجات قضيئة وفي غير مخطط لها يبقى كده هنترى نتكلم على التصنيف أصلا بقى التصنيف من أساسه احنا عندنا عشوائيات غير أمينة وغير مخططة وأسواق عشوائية الغير أمينة اللي خدنا بقى تكليف من الرئيس في منتصف 2016 تكليف من الرئيس أن عام عشرين ده العام النهائي دي قضاء على عشوائيات غير أمينة قد إيه القضية اللي جوه لعشوائيات غير أمينة 357 منطقة كانت 200 ألف وحدة بقوا 246 ألف وحدة لما احنا كبرنا بعض المناطق يعني المنطقة كانت مثلا زي الناس دلوقتي بتكلم على منطقة صور مجرى العيون الأول عشش أبو السعود دي كانت عبارة عن 5 و 7 من 10 فدان فيها 570 أسرة وخلاص وهنخلص على كده فالتوجهات جاءت لأ ما تتكلموا في الـ 94 فدان بتوعصور مجرى العيون اللي كلهم مصانع أو ورش مش مصانع كمان ورش دباغة جلود وصناعة الغرة وكانت المنطقة ملوسة يعني متؤثرة على الصحة والناس سكنة في حاجة غريبة جدا فتحولت مثلا من 570 مشكلة لألفين مشكلة غير المصانع المصانع راحة الروبيكي طيب أهلينا اللي كلهم شغالين في المنطقة بتاعة صور مجرى عيون كلهم شغالين في الدباغة معظمهم يعني عملنا استمارة ليهم اختيار دا ما بنعمل دايما استمارات البخار اللي هي زي ما قلت في الأول إيه إزاي بنحقق مطالب الناس أم ألف منهم قالوا احنا عايزين نروح أقرب ما يكون من الروبيكي اشترينا ألف وتمانية شقف مديد بطر والألف التاني قالك أنا نروح للأصمرات خلاص يبقى حالينا مشكلة الناس بما يتوافق مع رغباتهم فيهم ثلاث مسبيرهم لما كنا بنقعد مع الناس واحد يقول لي أنا عايز اديني تعاويد مدي بس مناسب كلمة مناسب دي تحتها ألف خط المناسب دي يعني أنها نجد له حل بالفلوس اللي هياخدها يبقى فيه حل زي الدولة ما بتحله مثلا لنا إيه ساعتها كان ساعة ما بنقيم الموضوع ده كان الشقة في الإسكان الاجتماعي مئة وربعة وصعبين ألف جنيه أو مئة وربعة وربعة ألف جنيه في البلجة التقيم فقلنا خلاص إحنا لازم حلنا لا يقل عن شقة في الإسكان الاجتماعي كمديا فقلنا ساعتها حتى كان الدولة بتفاوض الناس زمان بخمسة وعشرين ألف جنيه لغرفة وهم قالوا عايزين أربعين ألف قلنا إيه رأيكم ستين هم قالوا أربعين قلتولهم طب ستين وهما الناس أصلا قاعدوا ويتفاوضوا معنا في ناس قاتل عايزين ستين وناس قالت طب إحنا حلو أول أربعين لأنهم لا والله بدراسيتنا لأن الستين هي العدل الستين هي العدلة للغرفة والصلا غرفة يعني قلتنا وصلا بقى الثلاث غرفة بقى لك عندنا مئة ومئن ألف جنيه اللي هي بتمن الشقة بتمن الشقة بتاعت الإسكان الاجتماعي ويرأيك كمان في أربعين ألف جنيه دا عم اجتماعي من الدولة بتبقى بثين وعشرين ألف بثين وعشرين ألف جنيه يبقى روح جرى الشقة وإدفع المقدم بتاعها اللي هو خمسة وعشرين ألف جنيه والباقي معاك في البنك تدفع قصادها حطينا الحلول اللي تخلق حياة كريمة للناس مش إن أنا أخلص من مشكلتهم الفرق كان زمان الدولة بتدور على حلول نخلص بها من الناس ومشكلتهم نخلص بها من الناس يا ريت نخلص من المشكلة يا موكي نمأ دلوقتي الحلول اللي بتحط إزاي نخلص من مشكلة الناس ونعلى بحياتهم من حياة كريمة لهم طيب واحد تاني قالك لا أنا مش عايز تعويض مادي طيب اللي عنده ثلاث شوق بيأخذ يعني وكذا إضرب في سنة يعني يتزوي سنة ألف زيادة على عساب عدد الأغض اللي هو اللي فيها يعني واحد تاني يقول لي لا ما تديني شقة في الأصمرات ده فرشاة تفضل الشقة دي تمانها 200 ألف جنيه وإنت أصلا عندك تفضل الصلاة يبليك عندي 200 وعشرين ألف جنيه قادي شقة تمليك إهيه ودي عشرين ألف الفائط كمان حقك هتاخده ليك عندي 280 ألف جنيه يبقى دي الشقة ودي ثمين ألف جنيه حاجة ما اعتقدش إن الناس يعني اعترض على هذا الموضوع طيب واحد تالت قال لي أنا عايز أرجع المنطقة بس بنظام الإيجار أنا ما عندش إن أنا أدفع فلوس الشقة دي والحاجات دي أوكي واحد تالت قال لأ أنا عايز أدفعها بس إي أدفع الشقة دي تبقى تمليك على 30 سنة 20 سنة و30 سنة حاضر واحد تالت قال لك لأ أنا ممكن أدفع أصد سريعة وعشان لما أغغ عايز أبيعها يبقى أنا أقدر أستفيد منها أوكي إنت ليك عندنا 200 ألف جنيه و200 وعشرين ألف جنيه الشقة دي لمكلفاني مليون وشوية أيوة ب375 ألف جنيه صغيرة و400 ألف جنيه كبيرة ده أقل من ثلثة تمانا ما فيش غارة ما فيش وشقة ديوقتي استثماريا أعتقد بـ 2 مليون شوية كده في المنطقة دي